الحوار الوطني المنصق العام للحوار الوطني بيقول أستاذ دياء رشوان بيقولنا مجلس الأمناء يناقش يوم الأربعاء القادم اللي احنا جايين عليه بعد بكرة عدد كبير من مخرجات جلسات الحوار ليرفعها لرئيس الجمهورية فور أقولك بقى أستاذ دياء بيلخص لنا الموضوع في الآتي نهقرها حتى من عندي لأنها لسه يدوب الخبر جاي اللي طازة أهو تعال كده نشوف إيه أولا المحور السياسي محور السياسي فيها لجنة المحليات وخلاص يعني يقرر الرئيس فيها ما يرى وذلك على النحو التالي محور السياسي لجنة المحليات مشروع قانون المجلس الشعبية المحلية بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها ويشمل 75% ده المخرجات بتاعت الحوار الوطني 75% بالقائمة المطلقة المغلقة و25% بالقائمة النسبة المنقوصة لجنة مباشرة الحق السياسية والتمثيل النيابي زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية النظام الانتخابي لمجلس النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية وانتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة انظمة انتخابية اقترح وسانة ده كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار الاول ايه سادة؟ الاول هو الابقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقائمة المطلقة المغلقة و50% على النظام الفردي وتبقى على أربع دوائر بالجمهورية أما النظام التاني المقترح تاني دي اقتراحات من الحوار الوطني ترفع للرئيس النظام التاني هيتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة وده من خلال 15 دائر على مستوى الجمهورية نبكلمك على هنا البرلمان كله طيب يعني بغرفتي المجلسية أما الاقتراح احنا قلنا الاقتراح التالت 50% بقى من الأعضاء فردي 25% قائمة مطلقة 25% قائمة نسبية تعالوا على لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مقترح لتشريع مفوضية منع التمييز بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية حلوة جدا ومنع التمييز دي مهمة لجنة النقابات والعمل الأهلي مشروع لقانون التعاونيات الموحد وبعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلي تعالى ناخدك ونطلع على المحور المجتمعي واحد لجنة الصح نظم الرعاية الصحية وتسريع وطير التأمين الصحي الشامل الكل يطالب بيلي أنه فعلا منظومة عظيمة عظيمة أنا فين يا يوسف روحي يا نوفمبر تعالى مجتمعي أنا كنت في المجتمعي أه المجتمع معقولة أوكي آه طيب أيوة لجنة الأسرة والتمسك المجتمعي زي ما قال مولانا بص يا سيدي بقى عندنا المقترح بتاع يا خبر معلش أنا هنا عشان لما بنيجي نقرأ معلش أنا بص من عندي آه لجنة آه مفضلة منع التمييز آه بص يا سيدي لجنة النقابات والعمل أهلي قلنا مشروع قانون التعاونيات الموحد احنا نروح لجنة الصحة وقلتلك نظم الرعاية الصحية وتسريع 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 تأمين الصحي الشامل الكل يريد ذلك لجنة الأسرة والتمسك المجتمعي مقترح لمشروع قانون الوصاية على المال فكريم ده هايل عندنا مقترحات أيضا في لجنة التعليم متعلقة بإشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق قادر يا كريم لجنة الشباب توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية أشرف ده موجود في اللجنة دي مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى ومقترحات وتوصيات لتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في بلدنا المحور الاقتصادي عندنا لجنة الاستثمار الخاص هناك توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويجلي في لجنة الزراعة والأمن الغذائي توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي تسعير المحاصيل بما في ده زيادة عدد الزراعات التعاقدية أظن ده شيء عظيم جدا تعال بقى على لجنة السياحة في توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة تحفيز الاستثمار السياحي لجنة الصناعة أيوة هذه مقترحات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية وضمنه هو تحديد أهداف وخريطة الصناعة على المدى القصير والمدى المتوسط أيضا فيه مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية صديق بينهي يعني كلامه وتصريحاته بأنه بكده بتكون 13 لجنة من بين 19 لجنة في الحوار الوطني يا سادة يا كرام انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها وبتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية ثم ترفع لفخامة الرئيس كل سنة وانتو طيبين الحوار الوطني بيشتغل بمنتهى القوة بمنتهى السرعة ديك شايف اللي بيجرى بمنتهى السرعة